اشتركوا في القناة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية وخمس دقائق من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لا منزل تلجبها وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر موجود في برج السرطان طيل اليوم بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يظرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها في هاي الفترة بوس عن الاهتمام بالأمور اللي إلها علاقة بالعقارات مثل شراء استئجار بيت، بيع عقار، صيانة عقار مثلا زراعة نبتة، ديكور، شجيرة شغلات من هذا القبيل والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت مع مناسبات عائلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اليوم ظهرت على الساحة هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وطبعا هاي زاوية تأثيراتها من اليوم 17 عشرة ولغاية 20 عشرة طبعا ذروتها يوم 19 عشرة في تمام ساعة 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا بسبب هاي زاوية بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي طبعا تأثيراتها بدأت من يوم أمس وها راح تستمر لغاية 23 عشرة ذروتها يوم 19 عشرة للساعة 31 دقيقة بعد الظهر بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وهذا التحول اللي هو هاي زاوية بتأدي لتحول جذري على المستوى المهني أو العائلي لدى البعض وبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل براكين التعرية والأمور اللي إلها علاقة بالمناجم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيخدعونا وبيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية في هذه الفترة من تناول أدوية بطريق الخطأ وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو مشاكل إلى علاقة بالنفط والبترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 5-11 طبعا بسبب هذه زاوية يوجد نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة لدى أغلب الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وتأثيراتها هاي لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها أو تتشكل اليوم مع القمر أو زوايا بطيئة طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من الآن بدأت هي ذروتها ساعة أربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي دروتها الساعة سبعة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بيتجه في هاي الفترة للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حسب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا راح تكون دروتها ساعة ثلاثة وثلاث دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون الساعة خمسة وأربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الظهر ولغاية ساعات منتصف الليل بيخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي ما قبل خلو المسار بالنسبة لزاوية القمر هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وأربعة عشر دقيقة ساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح تستمر حتى اليوم التالي يعني التأثيرات لغاية ساعات صباح أو ساعات فجر اليوم التالي بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي الزاوية بما أنها آخر زاوية معناته في عنا خلو مسار خلو المسار راح يبدأ بعد هاي الزاوية بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الثلاثاء الساعة أربعة وأربعة واربعين دقيقة صباحا ليستقر القمر بعدها في برج الأسد هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعد هاي الزاوية مباشرة أو بعد خلو المسار أو في أثناء خلو المسار راح تتشكل عندنا ذروة الزاوية اللي هي زاوية التتليت الإيجابية اللي بين الشمس وبين المريخ طبعا ذروتها راح تكون الساعة عشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش فعشان هيك بتعزز قدرتنا على القيادة ومنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة في الفترة الحالية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا خلال هذا اليوم الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عن المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هذولا الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية وفي المقابل أنه نبعد عن أي شيء العلاقة بالعمليات الجراحية لهاي الأعضاء خلال هذا اليوم إلا إذا كان الأمر اضطراري وما في مجال للتأجيل طبعا عملية المعدة أو قص المعدة أو التكميم أو الأمور هاي ما بنصح فيها نهائيا خلال هذا اليوم أما باقي الأعضاء في الجسم فيوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل أما بالنسبة لعمليات الحقن والجراحة برضو اليوم ما في أي مشاكل لهذا الموضوع اللي هي عمليات التجميل هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد اللي هم الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة أو غزارة الشعر والشعر وبكون مزعد جدا وبدهم يتخلصوا منه فهذه الفترة ممتازة لإزالة إما بالليزر أو يبطئ من عملية نمو إذا إزالة عادية أما بالنسبة لقص الشعر التجميلي والصبغ فهذا اليوم مناسب ولكن لا يصلح للقص العلاجي والمقصود بالقص العلاجي يعني قص الشعر العادي هذا قص شعر عادي ولكن القص العلاجي اللي هم الأشخاص اللي عندهم ضعف في نمو الشعر أو تساقط بالشعر أو تكسر بالشعر أو الشعر محروق عندهم وبدهم يعلجوا عشان يساعد على النمو والإنبات أو يقدموا علاجات للشعر فالفترة هاي لا تصلح لهذا الأمر هذا موضوع القص العلاجي هذا معنى أما أنك تقص شعرك عادي قص تجميلي فما في أي مشكلة بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر هو 22 يوم في تمام الساعة 7 و45 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة 50% يعني نصف البدر تماما أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 85% القمر في السرطان حتى يوم 18 عشرة هو الآن سعيد بنسبة 10% ساعات الفجر بترتفع نسبة السعودة إلى غاية 30% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لغاية 60% ولكن في ساعات العصر بترجع بتنزل لنسبة 45% وبتكمل لغاية منتصف الليل 45% عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة الآن هي بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة منتحسة بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة بعدهم يرجع للحوت ويكمل تراجعه بعد هذا التاريخ منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو التركيز على البيت والعائلة فرح تنهمكم في أمور إلها صلة بهذا الإشي اللي ذكرنا له البيت والعائلة أهم شيء أنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستعمل تصرف أحدهم اتجاهك فعشان هيك بدك تنظم جدوى الأعمالك ونشاطاتك الأعباء كثيرة حاول أنك يعني ممكن أنك ما تجد وقت من الراحة لليوم فعشان هيك عندك كثير من الالتزامات والنشاطات العائلية أو الاجتماعية برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات القصيرة والحوارات والإلكترونيات والسيارات الاهتمام بهذه الأمور والامتحانات عشان هيك بدك تكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء قيادة السيارة من مخالفة أو عطل السيارة أو أحداث مفاجئة هذا يوم مناسب لاجتياز الامتحان حاول أنك تدافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية طبعا الحظ بدعمك عندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإنقناع عالية جدا ولكن بدك تنتبه لكلامك وتحفظ خط الرجعة عساس أنه ما تفقد كل أوراقك ممكن اليوم تتمم لقاءات أو اجتماعات عمل مفيدة جدا بالنسبة لك أو تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا اليوم بفتح مجال واسع جدا وفرص قوية جدا للمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو هدايا من هذا القبيل منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء أنك تخففوا من النفقات اللي ما إلها أي داعي نضموا أموركم المالية حاولوا أنه ما تسمحوا للأقصاط بالتراكم حاولوا أنك تدفعوا المستحقات والأولويات والأمور اللي إلها علاقة بالفواتير أو الالتزامات اللي عليكم أهم شيء أنه ما تخلي أو ما تدع أي أحد أنه يغشك أو يدفعك لتوظيف أموالك أو يستغلك ماليا وانتبه على أموالك من السرقة والضياع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتو عندكو طاقة عالية جدا أكثر من اليوم أمس لأن يوم أمس القمر كان منتحس اليوم سعيد فمعناته الطاقة رح يكون بأوجه اليوم عندكو نشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم الأجواء جيدة وداعمة لإلكم أهم شيء أنكما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم ترتفع المعنويات والحضوض ابتداء من اليوم بتكون الأمور ناجحة بالتحرك بأي اتجاه فعشان هيك استغل التحركاتك بقوة اليوم رح تلمس انفراج وتقدم وحتى على الأمور العاطفي على المستوى العاطفي الإجواء ممتازة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا زي ما ذكرنا يوم أمس أنه اليوم برضو متعب لأنه القمر موجود بالسرطان في بيت المتاعب ورح يضل هذا التعب ملازمكم لغاية صباح يوم الثلاثاء فعشان هيك بتكون تنتبهوا ما تتخذوا قرارات حاسمة بتشعروا أنه اليوم التعب بسيطر عليكم ما عندكم طاقة فعشان هيك انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة بتكون الفترة هاي فارغة من الحضوض وممكن تخفي وراها عدو أو مؤامرة فعليك هيك عشان هيك بدك تتجنب المشاكل وتتجنب الأشخاص اللي ممكن عليهم علامات استفهام راعي أعمالك سيرها آخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشطات برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أصدقائكم أو معارفكم اليوم انت بحاجة لحجد التأييد والدعم وباستطاع تكسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك انت عندك طاقة عالية جدا في نجاح في انتشار واسع بالنسبة لحضوضك اليوم فعشان هيك لازم تستغل العلاقات الاجتماعية لأنه من خلال الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية هنا انت بتحصل على المكاسب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اليوم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن يعتبر هذا بيت السمعة اللي بشكل زاوية تربيع مع قمرك فعشان هيك حاول انك ما تشوه سمعتك لأنها ظروف ضاغطة وممكن تحملك اليوم فرصة عمل مهمة فما في مجال انك تخسرها بسبب إهمالك أو بسبب تكبرك أو بسبب تقاعصك يعني من هاي الأمور فبدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش واللهو يتسبب بأخطاء لا تغتفر يعني فترة بدك تحافظ عليها برضو على سمعتك فما في داعي للمغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة للعلاقات مع الأجانب بالامتحانات الجامعية القضايا القضائية الأوراق القانونية حتى معاملات السفر وحتى علاقاتكم مع الأحبة ولكن أهم الملاحظات بتكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم بتميل الاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى بدك تكون يعني هي فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات وللأمور اللي ذكرناها في البداية كلها إيجابية وممكنك اليوم تشارك في مختلف النشاطات ولكن زي ما حكينا في ملاحظات بدك تنتبه لها عشان ما تضيع الفترة هاي بدون مكاسب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكم في أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة في ضبط شؤونكم المالية المشتركة والأموال الزوج أموال بنك أموال ضريبة تأمين ميراث يعني من هذا القبيل حتى أموال الشراكات ورغم النفقات إلا أنه اليوم بيحمل فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بترغب اليوم في لفت الأنظار وتبديد الأجواء السلبية حاول أنك تخرج مع الأصدقاء تمرح فكر بالغد باستقرار وضعك المالي رتب ادخاراتك أهمش أنك ما تستعجل في توقيع أو في عملية تجارية بدك تدرسها بشكل جيد وتستشير أهل الاختصاص أو حاول أنك تدرس الفكرة بشكل جيد الأجواء جيدة على المستوى الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك وأيضا بالفوتير برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر موجود مقابلكم تماما فعشان التركيز بكون على الشراكة المالية والشراكة العاطفية فحاولوا أنك تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو بالعاطفة اتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حادروا المواجهات الكلامية الأجواء تعتبر سلبية جدا وحاولوا أنه ما تسمحوا باختلاق المشاكل حادروا مخالفة التعليمات والقوانين أيضا وتعتبر هاي الفترة فترة يعني مش من أسوأ أيام الشهر ولكن هذا الضغط اللي بيخلي طاقتك ضعيفة بيخليك سهل جدا أنه حد يستفزك فحاول أنك تكبر دماغك وتبعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنك الحلقة الأضعف والأمور بتمشي بالاتجاه الصحيح برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بدأ العمل يتراكم عندكم لأن الفترة هاي بتركز على العمل وعى الصحة فعشان هيك بتحاولوا إنجاز ما بوسعكم من أعمالكم دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم أو رؤسائكم في العمل بتكثر عندكم اليوم التنقلات ورشاة العمل وممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم ممكن اليوم تكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها فعشان هيك بدك تكون حريص على صحتك وعلى طاقتك وعلى علاقاتك وتنجز أعمالك بدون ما تشتت حالك بأعمال غير مهمة يعني ركز على الأمور المهمة واللي إلها الأولويات الأولى برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس بيت العاطفة، بيت الحضود بيت الأبناء، بيت الأحبة بيت الترفيه، بيت الهوايات يعني مواسع جدا بكثير من المكاسب اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك هاي الفترة بتحمل انفراج حتى لو كان بسيط ولكن رح يكون مثمر وتعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين وتتحرك عشان تكسب من هذا اليوم إن كان عاطفيا أو ماليا الحضوض بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم ولكن لا تخلي مزاجك يسيطر عليك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء